جناب السيد المفضل السيد الأمين العام العتبة العباسية المقدسة السيد النائب المحترم السادة أعضاء مجلس الإدارة الأخوة رؤساء الأقسام ومعاونيهم الأخوة المحتفى بهم أعضاء جمعية منظمة اليقين المكفوفين وضعاء في البصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان ولا يزال من ضمن اهتمامات العتبة العباسية المقدسة إشاعت كل ما من شأن أن يحفظ الهوية الإسلامية للمجتمع العراقي وهذا اليوم هو جزء من هذه المسيرة الطويلة التي اختطتها العتبة منذ أنشئتها لحد اليوم وحققت بفضل الله نتائج ملموسة وحضراتكم تعرفون أن برنامج نهج البلاغة له الآن خطان الخط الأول هو الاهتمام بزيادة عدد الحفظة لنهج البلاغة الذين ما بخلوا لا في السابق ولا في قادم الأيام من أن يبذلوا الجهد لإشاعة علوم أهل البيت ببركة سيدي ومولاي أب الفضل العباس عليه السلام وبالجهود التي يقدموها مسؤولي العتبة العباسية المقدسة وبفضل بركة دعائكم أصبح لدينا برنامجا نوعيا وفرديا لحفظ غصار الحكم من نهج البلاغة للإخوان والأخوات من مكفوفي ديال الحبيبة فأهلا وسهلا بكم في بيتكم الأول والأخير حرم سيدي ومولاي أب الفضل العباس عليه السلام فلنبدأ بالأخوة المشاركين بهذا المهرجان الكبير الأستاذ أمير فرمان أولى الناس بالعف أقدرهم على العقوبة إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكر للقدرة عليه إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورد في نهج البلاغة إن هذه القلوب تملكما تملكما تملك الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكم كن سمحا ولا تكن مبذرا وكن مقدرا ولا تكن مقترا من أحدثنان الغضب لله قوي على قتل أشداء الباطل حسد الصديق من سقم المودة لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث في نكبته وغيبته ووفاته السخاء ما كان ابتداء فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم لا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان إن هذه القلوب تملكما تملكما تملك الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكم من أحدث سنان الغضب لله قوي على قتل أشداء الباطل أحسد السريح مولانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علي عبد الحسن عبد الهادي يلا مولانا من أحدث سنان الغضب لله قوي على قتل أشداء الباطل كن سمحا ولا تكن مبدرا وكن مقدرا ولا تكن مقترا إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفر أقصاها بقلة الشك زين لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا لا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه السخاء ما كان ابتداء فأما ما كان عن مثأله فحياء وتذمم كن سمحا ولا تكن مبدرا وكن مقدرا ولا تكن مقترا أحسن أقرأ العشرة الأولى عباس قال الإمام علي عليه السلام لا غناك العقل ولا فقرك الجهل ولا ميراثك الأدب ولا ظهيرك المشاورة قلوب الرجال وحشية ليش مو قلوب ليش قلوب لا هي ضم قلوب الرجال وحشية إذا أنا أقول لك قلوب الرجال لا غلط هي قلوب الرجال وحشية كمل قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحصين الأسرار الله أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة ليش مو أقدرهم لا أقدرهم خطأ ضمه أقدرهم على العقوبة كمل السخاء ما كان ابتداء فأما ما كان عن مسأله فحياء وتذمم لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا الحكمة ضالة المؤمن فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق لا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا الحكمة ضالة المؤمن فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحصين الأسرار حسد الصديق من سقم المودة أحسد أحسن الله أعمالك أحسن تطيل استاذ قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام خالد ولي من محافظة إديالة أهلا وسهلا لا غناك العقل ولا فقرك الجهل ولا ميراثك الأدب ولا ظهيرك المشاورة كن سمحا ولا تكن مبذرا وكن مقدرا ولا تكن مقترا لا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان حسد الصديق من سقم المودة أحسن حول المكروفون هنا أحسن الله إليك شيخ العزيز السلام عليكم شوي قرب عليكم السلام ورحمة الله أسمى عامر محمد لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا إن هذه القلوبة تملك ما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكم السخاء ما كان ابتداء فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم ليست الروية كالمعاينة مع الإبصار شيخنا ما منطيناها الحكم أحسنتي زين لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه الله الله أحسنتي أحسن الله عليكم أنطس الشهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد أيس الشهد نعم شهد قررنا قال العمام علي عليه السلام في نهج البلاغة قيمة كل مرء ما يحسنه حسد الصديق من سقم المودة لا يعدم الصبور الظفار وإن طال به الزمان كن سمحا ولا تكن مبذرا وكن مقدرا ولا تكن مقترا توقل برده في أوله وتلقوه في آخره فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجار أوله يحرق جميل وآخره يورق أحسنتي أنطس ست مريم 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 صلى على محمد وآل محمد مريم أقررنا أول ثلاثين حكمة يلا يقول الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة لا غناك العقل ولا فقرك الجه ولا ميرافك الأدب ولا ظهيرك المشاورة قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحصين الأسرار أولى الناس بالعب أقدرهم على العقوبة السخاء ما كان ابتداء فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم كن سمحا ولا تكون مبذرا وكن مقدرا ولا تكون مقترا عيبك مستور ما أسعدك جدك كنش بمكانها لا ترى الجاهل لا ترى الجاهل إلا مفريطا أو مفرطا توقع البرد في أوله وتلقوه في آخره فإنه يفعل في الأبدان كفعله في الأشجار أوله يحرق وآخره يورق حسد الصديق من سقم المودة الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحصين الأسرار لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا صلى على محمد وآله إن هذه القلوبة تملوا تملوا كما تملوا الأبدان فابتغوا لها ضرائف الحكم الحكمة ضلة المؤمن فاخذ الحكمة ولو من أهل النفاق ما أسألها بعد؟ والله ما أدو أسأل بعد صلى على محمد وآل محمد سعد بالسعد جلا قطر العراق مالئا بالبشر أقطار الملا وحمية الكأس تجلوها الرفاق وبها مجلس أنسي كملا فاسقني أسقيت بالكأس الدهاق إننا اليوم بلغنا الأمل قالت ست مريم من غر القوافي صحفا ما يعيها القلب قبل الأذن حاليات بتهاني المصطفى وحمد أخيه الحسني يلا باباتي ست ملاك صلى على محمد وآل محمد صلى على محمد وآل محمد لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا عيبك مستور ما أسعدك جدك الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحصين الأسرار لا ترى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا كن سمحا ولا تكن مبذرا وكن مقدرا ولا تكن مقترا حسد الصديق من سقم المودة قيمة كل قيمة كل امرئ ما يحسنه ثمرة التفريط الندام وثمرة الحزم السلام وقال عليه السلام لابنه الإمام الحسن عليه السلام لا تدعوان إلا إلى مبارزة وإن دعيت إليها فأجب فإن الداعية إليها باغ والباغ مسروع اللهم صلى على محمد والمحمد أحسنت باباتي ملاقي أنتست آمنة إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفر أقصاها بقلة الشكر أحسنت باباتي كن سمحا ولا تكن مبذرا وكن مقدرا ولا تكن مقترا إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه اللهم صلى على محمد والمحمد أحسنتم باباتي سؤال سأله قال لأ عرف للإيمان قال لأ الإمام سلام الله عليه اذهب واتني في الغد ليش يا أبا الحسن قال لأ حتى أخبرك على أسماع الناس فإن نسيت مقالتي حفظها عليك غيرك فإن الكلام كالشاردة ينقفها هذا ينقفها يعني يصطادها ويخطئها هذا وبعد عنده في غير نهج البلاغة والحفظ زينة الرواية فهن يا عباس في قرة عين وشأ سبقا يا جواد الحلبات بفتاتينهما بالمنسكين طافتا والعرف ينحو عرفات زارتا شمسين برج قمرين فغدا سعد قرانا نيرات قلت إذاك وهذا اتصل ملف تلك وذا في مألفي تلك بلقيس سليمان العلا وكذا هذه زليخة يوسفي سعد بالسعد جلا قطر العراق مالئا بالبشر أقطار الملا وحمية الكأس تجلوها الرفاق وبها مجلس أنسي كملا فاسقني أسقيت بالكأس الدهاق إننا اليوم بلغنا الأمل قال خادم نهج البلاغة من غر القوافي الصحفة ما يعيها القلب قبل الأذن حاليات بتهان المصطفى وأخ الحمد أخيه الحسني وهذه لسيدي ومولاي أبي الفضل العباس ينظر الناس إليه كلما مر والأعين من شانيه حول أتراهم حسبوه التثما بهلال العيد أو طوق المحول رب عباس إذا ما ابتسم أنعش الآمال من بعد النحول تحسد الأقطار فيه كربلة حسد الترب درار الأفق بوركت أرض رآها مألفا عطرت منه بطيب الخلق وهديتي لكم خادم النهج وما أملحها كنية تحلو مذاقا بفمي طبعا الأبيات للأديب الأريب صاحب ألوية العلم والجهاد والأدب صاحب الثورة ضد الاحتلالين التركي والإنجليزي آية الله الأستاذ المفوه السيد محمد سعيد الحبوي طيب الله ثراه وهذه دعوة إلى الأخوة بعد ما يحفظون نهج البلاغة يحفظون أدب السيد الحبوي أدب السيد الحبوي من أولويات المناهج في حياتي بعد نهج البلاغة الله يقدس روحها خادم النهج وما أملحها كنية تحلو مذاقا بفمي هاكها غراء قد وشحها لؤلؤ لولاك لم ينتظمي أملت منك بأن تمنحها بقبول منك يا ذا الشيامي لم أقل ما قلت إلا شغفا بك يا حلية جيد الزمني ليس قصدي وقصيد اختلفا أنا من وافق سري علني أيها العذال كفوا عذلكم بالهوى العذري عذر التضحة أيها العذال كفوا عذلكم بالهوى العذري عذر التضحة وامنحوا يا أهل نجد وصلكم مستهاما يتشكل برحا واذكروني مثل ذكراي لكم رب ذكرى قربت من نزح الوفا يا عرب يا أهل الوفا لا تخونوا عهد من لم يخني لا تقولوا صد عنا وجفا عندكم روحي وعندي بدني والسلام عليكم أساتذتي وأحبتي ورحمة الله وبركاته سادة الأفاضل هذه كانت البداية مع هذه الكوكبة هناك رغبة عميقة لدى الأخوة المتسابقين في أن تستمر هذه الرعاية من العتبة العباسية المقدسة لهذه المواهب وتطوير هذا البرنامج وحتما هذه النسخة بإذن الله ستعمم على باقي الفئات وباقي المحافظات ما استطعنا إلى ذلك سبيلا إن شاء الله في الختام إذا كان أكون من كلمة نحن مجهزين للأخوة بعض التبريكات من العتبة العباسية المقدسة جناب السيد ليث جناب الأخوة الأفاضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة